في الحلقة اللي فاتت برضك كان فيه متاصلة كريمة سألت سؤال هو ينفع يا عم الشيخ الجن يتجوز بالإنس وقالت إن هي شافت حلم وقالت إن هي راحت لأحد المشايخ اللي قال لها إن كده الجن تجوزك وبناء عليه عندها سبعين سنة وما تجوزتش طيب يا ترى فيه فعلا ممكن الجن يجوز الإنس القضية دي علشان حضرتك تستطيع أن تقنع بها نفسك وتقنع بها أخوانا اللي ربنا يهديهم إما مسيطر على عقولهم الخرافات أو الجاه محتاج طريقين الطريق الأول طريق شرعي والطريق الثاني طريق عقلي الطريق الشرعي تعالى كده اسمع معايا ربنا بيقول إيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أركز في الكلام كويس أركز في القرآن خلق لكم من إن؟ من أنفسكم يعني إيه من أنفسكم؟ يعني من جنسكم من جنس ما يؤلف خد بالك من كلام ده كويس قوي وعلشان كده ربنا عادل آية تاني بس في مرة تانية وقال لنا بأسلوب تاني والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ركز من الطين اللي زيك من أصل الخلق اللي زيك من اللحم والدم اللي زيك ركز وعلشان كده لما تكلم على سيدنا النبي بعد ما تصلي عليه قال إيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم مش من طيفة تانية المفسرين لما جم يفسروا الآيات دي قالوا إيه يعني من الآدميين من جنسكم ومن قومكم ومن أوصافكم ولما القرآن تحدث عن المحرمات في الجواز قال في صورة النساء خلي بالك ها تحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم قل لي ده يخص مين يخص بنات آدم ما يخصش طيفة تانية علشان كده اللي ييجي يقول لنا أنا متجوز من جنية نقول له انت كذاب لا يقبل قولك واللي تيجي تقول في جنية أو جن متجوزني نقول له هذا الكلام لا يجوزه شرعا مستحيل شرعا طب بق من جهة العقل نقنع إزاي هقول لك بسيط قوي أنا أهو قدامك لحم ودم دي خلقتي ربنا خلقني من طين وبعدين صورني في الصورة دي وخلق الجن من إيه من إيه ما تقرأ القرآن من مارج من نار وآية تانية من نار السموم هتولاعة كده وخليها تقرب من إيدي هتحرقني تلسعني فكيف يتحد الجنسان إزاي أهل العقول إزاي جن نار تلتسق بهذه الأجساد وإزاي مرسوا حياتهم الطبيعية وإزاي مرسوا أمورهم الحياتية كل الكلام دا مستحيل عقلاً لا يقع إلا لمجنون إما للمعاشرة اللي بنشوفها والكلام دا كله خلي بالك كل الأمور دي مجرد أحلام آه يكذفها الشيطان لك في رؤياك لكنها مش حقيقة وما تسوغ لكش أن أنت تدعي هذا الأمر ولا بد أن نفهمه موسيقى موسيقى موسيقى